تعد شعبة الزيتون من بين الزراعات الهامة ببلادنا فبالرغم من تسجيل وثبة نوعية في مجال زراعة الزيتون بمختلف أنواعه وتحقيق اكتفاء ذاتي من هذه المادة تسعى الوزارة الوصية لرفع قدولات الانتاج بالنظر لمتطلبات الاستهلاك الداخلي وإمكانيات التصدير الخارجي وهو الأمر الذي كان محور الملتقى الوطني الذي عرف مشاركة العديد من الفاعلين في هذه الشعبة تمثل زراعة الزيتون 45% من المساحات الإجمالية للأشجار المثمرة ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى وطنيا من هذه المساحة وتتوزع قدرة الانتاج عبر كامل التراب الوطني وتتربى على مساحة إجمالية تقدر بـ 440 ألف هكتار وزير الفلاحة أكد أن الدعم التقني والمالي المقدم من طرف الدولة خلال السنوات الأخيرة شجع المنتجين على توسيع مساحة الانتاج في عدة مناطق من الوطن وهو الأمر الذي إنعكس إيجابا على انتاج زيت الزيتون تعتبر شعبة الزيتون من بين الزراعات الهامة ببلادنا سواء من ناحية النوعية أو الكمية من ما يجعل الجزائر في المرتبة الرابعة عالميا من حيث إنتاج زيتون المائدة والمرتبة السابعة في إنتاج زيت الزيتون هذا ويتضمن البرنامج الخاص بتطوير وتنمية شعبة الزيتون على إعادة الاعتبار لهذه الثروة من خلال الأغراس الجديدة وتوسيع مساحتها وتكثيف الزراعة عن طريق الرأي اشتركوا في القناة